سؤال من سائلة تقول فتاة عندها عذر شيعي حائض علمت بطهرها ولكن بسبب ظرف لم تستطع الغسل ونمت في المساء وعفوا ونامت ومن شدة التعب عفوا نامت على نية أن تستيقظ قبل الفجر إلى اغتسال ولكن لم تستيقظ إلا في الساعة السادسة أي بعد ذلك الفجر فما الحكم في صيامها متى علمت أنها طاهر؟ علمت قبل الفجر طبعا بالليل علمت بالليل أنها طاهر وعزمت أن تغتسل قبل طلوع الفجر لكن غلبها النوم عليها أن تبادر فور استيقاظها عليها أن تبادر إلى الاغتسال وصومها صحيح إن أصبحت ممسكة وقيل بأن عليها بدل صوم يومها ذاك وهذا أحوط ولا يلزمها أكثر نعم عليها أن تقضي الصلوات صلوات الليل التي لم تصلها لأنها أخرت الاغتسال فعليها أيضا أن تتوب إلى الله عز وجل هذا إذا كانت في وقت صلاة العشاء يعني في آخر وقت على سبيل المثال فإن الواجب عليها أن تقضي صلاتي المغرب والعشاء عند طائفة من الفقهاء وقيل العشاء فقط وإن فعلت الأول فهو أيضا أحوط وأما عند استيقاظها فإن الواجب عليها أن تبادر إلى الاغتسال وأن تبقى ممسكة ومن العلماء من يقول بأنها صائمة ومنهم من يلزمها بدل يومها ذلك والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر